ما الطريق الذي يصل به الإنسان إلى معرفة ذلك الكتاب والسنة لكن لما كان الناس لا يستطيعون في غالب أحوالهم أن يصلوا بأنفسهم إلى الأحكام من خلال الكتاب والسنة فاحتاجون إلى من يوصلهم من هم حملة الشريعة الذين ذكرهم الله تعالى في قولي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وبالتالي مهمتي إذا عجزت عن معرفة حكم الله بنفسي أن أسأل من يعرفني بحكم الله والله عز وجل بيّن لنا أصاف المسؤول فقال أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر ما هو الذكر القرآن وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألوا أي هذا القرآن الكريم فالعلم بالقرآن هو المعيار الذي من خلاله أعرف من أسأل فمن كان بالقرآن أعلم وبه أعمل هو الأحق بالسؤال كان في الأرض أو في السماء كان في الكوكب أو في غيره أنا أقول هذا على وجه المبالغة يعني ليس له مكان محدد وبالتالي أنا لا أرتفط فيما أحتاجه من أمور ديني بجهة معينة لكن الواقع المعمول به والطبيعة والجارية في حال كثير من الناس أن يسألوا علماء بلدانهم حتى المقيمين على وجه دائم أنا تجولت في هذه البلدان الغربية على وجه الخصوص وأيضا في غيرها هي الأمر واحد لكن ذكر الجهة لا ينفي عن الجهة الأخرى أن الأقليات المسلمة في البلدان تتبع أصولها فالذين من شرق آسيا يرجعون في الفقه وفي سأل الأحكام إلى أصولهم الهند والباكستان كذلك العرب كذلك الخليج كذلك وبالتالي هناك ارتباط بفقهاء وعلماء البلد الذي جاء منه هؤلاء إذا كانوا أقليات فكيف بالمبتعة الذي سفره سفر مؤقت بالتالي سيرجع إلى من يعرف من علماء بلده هذا هو الواقع العملي